اهلا بحضراتكم مرة تانية وده معايد فقرتنا الرئيسية الاولى زي ما نوهنا قبل الفاصل حملة اسمها انتي الاهم امراض كتيرة جدا بتهدد حياة المرأة وحياة المرأة المصرية بشكل خاص لازم نكون عارفينها كويس قوي عشان نقدر نحاول ان احنا نقي نفسنا من الامراض دي ولو موجودة بعد شر تتعالج ان شاء الله ده اللي بتقوم بيه حملة انتي الاهم واللي اطلقها ضيفنا اللي منوارنا في الستوديو دكتور عمر حسن استشاري امراض الناس اهلا بحضراتك اهلا بحضراتك دكتور في البداية كده عايزين نعرف الحملة دي حضرتك اطلقتها ليه اصلا وإيه هي الحملة انتي الاهم يعني خلينا نقول المرأة عددان نص المجتمع بس فعاليا هي بتربي وتتحكي في النص الثاني تمام لو حبيتي تصلحي المجتمع ركزي مع الست يعني كل الفلاسفة قاله لو ربيتي ولدت فانتي بتربي شخص واحد لو ربيتي بنت فانتي ربيتي اسرة كمدا صحيح يمكن انتي قلتي ان في امراض كتير بتهدد الستة المصرية مشكلتها في مصر ان عندنا الثقافة الطبية ان الواحدة لما تعيها هتروح للدكتور هي كده عملت اللي عليها بس احنا خلينا نحاول نرجع خطوة قبل كده تمام نقول لنا ليه ما حاولش اتكلم مع الستات عن اعوال الخطر للمرض نحاول ان احنا نمنع المرض اصلا يعني انا مش عاوز ان الست تعيها وتروح للدكتور انا عاوز اتكلم معاها عن الوقاية يعني الناس بتقول الوقاية خير من العلاج انا بقولك لا الوقاية تغني عن العلاج انتي لو عملت وقاية هنقدر نبقى فعلا عننا الامراض فيمكن دي كانت احد المحاور اللي احنا شغالين عليها يعني انتي الاهم ليها محاور جير محور الصحة بركزين على التعليم والتمكين بس الجزء الصحة هو اللي واخد مننا اهتمام دلوقتي ان احنا بنحاول نزود الوعي الصحي عند السيدات يعني يمكن جزء الوعي الصحي ده اسواء ستة غنية او ستة فقيرة اللي اتنين تساوه يمكن الغنية معاها فلوس انها تروح للدكتور بس يمكن الفقيرة هتلواجه شوية مشاكل وعبان ما تعرف ان هي توفر تمني العلاج او ساعات حتى يعني حتى هي متستنى لما تعي بتاعي قوي وتتروح ساعات ممكن تعي وطنش ما تروحش وهتيجي على نفسها ويبقى بيتها الاول وعيالها الاول فاحنا قلنا طب ما نحاول ان احنا نمنع المرض ده من الاول يعني كل سنة البلد بنشتكي ان انت بتصرفي مليارات على علاج الامراض بس ما حاتش فكر ان هو يقفل شوية لحنفية المرض يعني بدل ما احنا نجيب المرض ونحاول نعالجه اللي نحتنى اصلا المرض لما اصلا فيمكن دي كانت الفكرة ان احنا بنحاول ننشر ثقافة الطب الوقت طيب انا بفكر حضراتكم بطرق التواصل معينا على فيسبوك وارقام التليفونات اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة كمان اسم مسل زالة تسعة حداشر اتنين وسبعين اسبيس ونكتب اي سؤال حابين تسؤالوه لدكتور عمر دكتور طيب بالنسبة للحملة دي هل هي بتبقى مثلا مجموعة بتلف في الاماكن ولا بتعلنوا عن نفسكم والسيدات بتروح فيه بنات وسيدات ولا سيدات بس عايزين نعرف يعني يمكن الفكرة ابتدت الاول مثلا من حوالي فترة في السائط الصاوي ان هي كنت بحاجة فردية بحاول ان انا ننشر الوعي الثقافي بس اكتشفت ان انت ثقافت التوعية الصحية في مصر ضعيفة يعني ما اجي اقول الستات تعالوا نسمع معلومات عن صحتنا مشاهتموه فابتديت ان انا زود اخلي معايا دكتورة في كل التخصصات سواء طب نفسي او تقضيح اي حاجة بتخص المرأة عشان نقدر نزود الناس بس برضو حتى دي ما كانتش كفاية فابتدينا ان احنا لأ نركز ان احنا نجيب معنا نجوم من المجتمع الناس يكون الناس بتحب ان هي تشوفها بحيث ان احنا نقدر نزود عوامل الجذب فيمكن ابتدي دي الفكرة من انا الوحدي لا معنا دكتورة لا معنا بعد كده حتى بتدينا معنا نجوم الناس بتحبها عشان يبدأوا يحضروا يكونوا مقنعين بعد كده ابتدينا قولنا لأ احنا هنبدأ نخرج ان احنا من نطاق الساقية لان يمكن الساقية احنا معنا جمهور بس معين جمهور الساكن في منطقة معينة احنا قولنا عاوزين نستهدف كل الكلاسز من الناس كلاس اي و بي و سي فقولنا طب نحاول ان انا هقدر اوصل عن طريق خلال الاعلام فابتدينا روحنا عملنا كان بروتوكولات التعاون مع مساست الاهرام ودر الهلال وكان الجمهورية عشان نبدأ نحاول نحط منظومة حاجة اسمها الاعلام الصحي يعني يمكن بقول ان هو الاعلام هو البرتنر الحقيقي لنا الشريك الحقيقي اللي يوصل لكل بيت انه هو بيخليك حاملة موسع على اكبر نطاق من الحافظات والاناكب مهم للأعلام يكون مهتمة بالقضايا المهمة يعني مش عاوز الاعلام يسحب الناس في قضايا ممكن مباشرها اهمية او مش هتفيد المجتمع طب ما نحاول نتكلم في حاجة مفيدة فابتدينا نخرج كمان لما ابتدينا عددنا يكبر ومعايا الدكاترة في كل التخصصات ابتدينا ان احنا عملناها على شكل مؤسسة فعملنا مؤسسة اسمها مؤسسة مصر للصحة والتنمية والمستدامة من خلال عملنا كمؤسسة ابتدينا ان احنا نخاطب ان احنا منفروض ان شاء الله من اول شهر جاي نبدأ نعمل كل ويك اند في مول ان احنا نروح نقدر نزود الوعي عند الستات نقدر نقص مكشفات طبية للسيدات يعني احنا من انت الاهم طلعنا حاجة اسمها رقمك حياتك يعني زي ما انت عارف رقم موبايلك والكريديت كارد بتاعك نحوز اكتبع عارف رقم ضغطك سكريك كوليسترولك ووزني فبيبقى نقدر ان احنا اتفاقنا ان احنا نخش مثلا نسي المول الفلاني معنا شركات الادوية السيد تغزائد ان هي هتاخد نصائح عامة عن صحتها ان تاكل ازاي تشرب ازاي تحمي ازاي نفسها منها شاشة العظام ايه هو الكشف المباكر سرطان السادي في الفترة دي يتقس لها الضغط السكر الكوليسترول الوز ويبقى فيه دكتور متخصص في كل حاجة من دي عشان لو طلع فيه مشكلة يقول لها مفروض تعملين يقول لها مفروض تعملين طيب انا استاذنا حضرتك احنا معنا تريفون هودا من القاهرة هودا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازايك يا هودا اهلا بيك يا هودا اهلا بيك يا هودا اهلا بيك يا هودا شرفني ان اشترك معكم في الحوار ان شاء الله يا حبيبتي شرفينا مرسي يا هودا هودا دكتور عمر النهاردة احنا بيتكلم مع دكتور عمر حسن عن الامراض اللي بتصيب المرأة وطريقة الوقاية والعلاج منها عندك اي استفسار توليد دكتور اه بالنسبة بس للخشونة يعني الخشونة دي ملهاش اي علاج يعني انا هرفتها في الاولها يعني عندك كم سنة يا هودا عندك 35 سنة 35 سنة صغيرة هل تحريك وزنك زيادة او حاجة ولا اه شوية يعني معدية 75 وحضرك طولك قدية طولك قدية ايه طولي 100 حاجة وسبعين اه اجابة بس يعني هي طولها 100 حاجة وسبعين ووزنها معدية 75 تمام اي استفسار تانية هودا بسي جدا جدا بس انا عايز اعرف بس الوقاية لها هي دلوقتي احاها ازاي انها مثلا مدليش كده او تبديتش معايا بعد كده تمام شكرا يا هودا دكتور هيرد عليك حيلا دلوقتي دكتور هي سنها صغير جدا هي سنها صغير جدا هي جيلها خشونة هي سنها صغير نجيلها خشونة بس في بعض الناس عاد بيبقى الوزن الزيادة ده بيبقى تحميل على الظهر وتحميل على ركبها فدائما النصيحة لقولها لأي ناس كلما بننزل بالوزن اكتر كلما ده تحميلك على ظهرك اقل تحميلك على ركبك اقل فاحتمالية ان يجيلك الخشونة في المفاصل بتبقى اقل فالنصيحة نلعب رياضة لما بتلعب رياضة بتقوي عضلاتك ولما بتقوي عضلاتك بتقليلي التحميل على المفاصل وعلى العظم فنلعب رياضة عشان نقوي عضلاتنا زي ده ان احنا نحاول نفس بالوزن لو لقيت نفسها ما استرحتش لا انصح انها تروح لدكتور طبعا روما تاسم عشان الشخص اصلا هل هي تردي خشونة ولا موضوع تاني هي الخشونة دي ممكن تبقى ورسية دكتور في بعض الستات ممكن يكون بيجي لهم بدر شوية بس يعني هي سنها زايرة فخليها لو هي ما استرحتش بعد لعب رياضة او انها خست في الوزن او لها تروح لدكتور روما تاسم تستمر قد ايه في لعب رياضة او الدايت يعني خلينا نقول ان الرياضة دي خلينا نتفق ان هو اسلوب حياة يعني يمكن مشكلتك في مصر انك دايما عندك ما بين ستات ما بتلعبش الرياضة او ستات بتلعب رياضة بعمف بس ببهدف ايام المدرسة يعني السنوية العامة يعني التفوق الرياضي وانس دخلت الكلية بتنسى خالص يعني دايما بحكي ان انا مرة كان في مريضة كان عندها حاجة 50 سنة بعملها السقصة الراحم وكان وزنها معدل 150 كيلو فلما بقول لا انت بتلعبش الرياضة ليه حلفتلي ان هي زمان كانت بطلة مصر في جنبازة هي الثقافتك في مصر ان انت عندك الرياضة يعني بطولة يعني كاس يعني تفوق رياضي تفوق رياضي وخلاص كده والرياضي لما جسمه بيرد بيبقى اسوأ بكتير بيبقى اسوأ بالظبط طيب هده ناخد بالنا من وزننا ومن اكلنا ولو ما حصلش يعني ما استجبتيش للموضوع ده بالنسبة لخشونة حاولي تشوفي دكتور امراض روماتيزم ان شاء الله ربنا يعافيكي كذا سؤال انجي بتقول انا سمعت ان الست تقدر تتحكم في نوع الجنين هل ده صح ولا لأ كويس خلينا نتفق ان الطريقة الوحيدة لتحديد جنس الجنين هو الحقن المجهري الحقن المجهري بس انما ما تبقاش حمل وتتحكم في نوع الجنين هي الفكرة ان اسناء العلاقة الزوجية بيخرج ملايين الحيوانات المنوية حوالي 100 مليون حيوان المنوية نصهم يجيبوا ولاد ونصهم يجيبوا بنات يعني انك ده بتتكلم على منافسة دخل فيها 50 مليون و50 مليون اللي احنا بعض الناس تتكلم علي ايه نقولك بعض الاكلات ممكن تغير الجو شوية فتخلي بدلا من نسبة 50-50 تخليها 60-40 او يقولك ان هو الطوقيت اللي هو بيحصل في الجماعة هل يطرى ان الجماعة حصل يوم الطبويد او قبل الطبويد بيوم او بيومين على اساس ان الحيوانات المنوية اللي بتبقى شايلة لولاد ما بتعش كتير فيقولك لو عاوزة تجيبي ولد يحصل الجماعة يوم الطبويد ولو بنات يبقى يحصل الجماعة قبلها بيوم او يومين على اساس ان يكون الحيوانات المنوية اللي شايلة ولاد تكون نسبة أقلت بس في الاخر زي ما قلتلك انت نسبة 50-50 الكلام اللي احنا بنحكي عليه خليها 60-40 خلاص يعني هي الحقن المجاري بس الطريقة الوحيدة هي الحقن المجاري في الحقن المجاري انت بتدي الست أدوال تنشيط الطبويد نصحب البيضات نجيب للحيوانات المنوية نلقاح جوا البيضة عنديك طبق قبل منقل الأجنة نقدر أفحص الجنين ده ولد ولا ده بنت هشوف انا عاوزة رجع مين فيهم انا حتى في الحالة مجاري ما تحكمتش في الأجنة انا عندي طبق فيه 6 أجنة 3 أوليات 3 أوليات ده كان من رد عليك يا إنجي يعني لسنا ده عايزة تحكيه في نوع الجنين ليه مش عارفة يعني الفرق مش دلوقتي مش فرق الكلام ده طيب إيفلين من القاهرة معنا على التليفون إيفلين صباحا خير صباحا نور يا فامد ازايك الحمد لله نشكر ربنا تمام إيفلين احنا النهاردة نتكلم على الأمراض اللي بتصيب السيدات والبنات بشكل عام في مصر معنا دكتور عمرة حسن هل أحبت تسألي دكتور عن حاجة وتستفسري عن حاجة لا بس بالنسبة لألام الظهر يعني ألام الظهر طيب عمري كم سنة 52 52 سنة وزن حركة زيادة شوية أو حاجة في وزن زيادة يعني مثلا زي 79 78 حاجة زي كده وتول حركة دي وتول 155 يه تمام طيب حركة عندك أي مشاكل اللي هي علاقة بالنسبة مثلا التهابات من تحت التهابات مهبلية أي حاجة ولا لا لا أخالي فيها ألام ظهر بس عشان ممكن يكون فيه روماتيزم روماتوية حاجة زي كده حاجة بتاخدي مواصبة نكتشربي لبن يوميا وبتاخدي راس مكملات غذائية فيها كالسيوم أو لا؟ أو بياخد آر كالسيوم بتاخد كالسيوم طيب شكرا يا أيفلين دكتور عمري حيجاوب عليك يا حيلان دلوقتي طبعا هنا بيني أن في زيادة في الوزن هي 55 وتقولك معديها 75 يعني هي محتاجة على قلة تخسرها 20 كيلو نحن النقطة التي تفعل عليها الوزن الزيادة تتحميل على الركب والظاهر والمفاصل أو لها لازم تخس أو لها لازم تلعب رياضة وأنا سألتها على قصة الكالسيوم وشور باللبن دي نقطة دايما بنأكد عليها لكل السيدات أي ست بعد سن الاربعين لازم تحاول إن تشرب يوميا لبن وزبادي لازم إن أنت تاخدي مكملات غذائية فيها كالسيوم أنت عارفة الست لما تولدت عندهم بيضين مبيضة عنها حلمين مبيضة عن دهش من الشمال المبيض ده بيطلع البويضات اللي بيطلع لك هرمون الأنوسة هرمون الأنوسة ده بيحميك من هشاشة العظام لما الست هي دلت عندها 52 سنة دخلت في سن الأمان أو سن اليأس اللي كان بيحميها اللي هو هرمون الأستروجين أو هرمون الأنوسة بيشوسبها فتبدأ إنها تبقى أكثر عرضة لهشاشة العظام فهو ده ممكن يعمل لها أوجاع في ظهرها أو إنه هو يعمل حاجة أخطر إنه من سميل لص الصامت يسحب عظمها تدريجيا فهي لما تقولك أنا تخبطت خطة وسيطة رجليك قسرت أو إيديك قسرت فهي ديك تبقى أخطر الحاجات ده الكالسيوم بيبقى حبوب؟ رأس الكالسيوم الواحدة تاخدها تشرب لبن تركز على منتجات الألبان سواء زبادي أو جمن ولازم نقولها خدي كل يوم أرس كالسيوم أرس كالسيوم أنا عارفة أنا فوق الخمسين سنة فكنت عايزة أعرف إزاي أحمي نفسي من الأمراض أنت فوق الخمسين سنة بتشتكي من أي حاجة؟ فاطمة التليفون قطع طيب هي فاطمة ما عايزت تعرف بشكل عام يعني يعني خلينا نقول النصائح بالصفة عامة إنه إحنا زي ما قلت لك بعد السن لما بنكبر هرمون الأسروجين أو هرمون الأنوسة ده غير إنه هو بيدي الواحدة الشكل الجمالي هو بيحميها من حاجتين جدا أول حاجة هشاشة العظام قلنا عشان تحمي نفسك من هشاشة العظام حاول إن أنت تواصبي على أخذ منتجات الألبان تاخدي أرس كالسيوم أوميا تلعب الرياضة تاني حاجة هرمون الأسروجين بيحميك منها هو مرض القلب تعرف هرمون الأسروجين ده جوه جسمنا فيه نوعين من الكوليسترول كوليسترول حلو وكوليسترول الوحش هرمون الأسروجين وهرمون الأنوسة يعليلك الكوليسترول الحلو ويقليلك الكوليسترول الوحش يقلل الكوليسترول الوحش عشان كما تسمعيش عن مرض القلب في الستات في سنه صغير تسمعيها في الرجالة لأن الستات ما حمية بهرمون الياس بس الست وانس وصلت لسن الأمان أو سن اليأس يعني عدة التمانية واربعين سنة اللي كان بيحميها مشوا سبعة فهي تساويت تماما بالراجل فيبقى القاطر رقم واحد للسيدات هو ليس سرطان السادي الستات كتيز بفكرها سرطان السادي بس نقول أن القاطر رقم واحد هو مرض القلب فعاوزة تحمي نفسك في السن ده اعرفي عوامل الخطر بتاعة مرة القلب اللي هو الضغط السكر الكوليسترول اللي هو زيادة الوزن اعكسي الكلام ده يبقى عملي كشف مبكر إيس ضغطك شوفي أنت مريض ضغط ولا إيس سكرك إيس كوليسترولك زباطي وزنك العاب رياضة ابعدي تماما عن التدخين اعرفي التاريخ المرضي للعيلة يعني شوفي ممتك خلتك عميتك جالهم إيه تعرفي أنت أكسر عرضة للحاجة دي طب دكتور هي و هو بمناسبة بس البرست كانسر أو سرطان السادي فيه على صفحتنا على الفيسبوك بردو سلمة بتسأل إزاي السيدة ممكن تعرف أن عندها أعراض مرض سرطان السادي طبعا وإيه تعمل إيه علشان يعني الوقاية من المرض ده هو ده أكتر حاجة بتقلق السيدات ده أكتر حاجة بتقلق السيدات يعني وأكتر حاجة الناس بتتكلم فيها بخصوص أمراض السيدات تحديدا سرطان السادي والنوع ده من السرطانات إحنا دايما بنعلم بناتنا أقول للكل بنوطة بعد سن العشرين بعد انتهاء كل دورة شهرية وإنت في الحمام كده أو في قدام المراية أو إنت بتستحمي الفحص الزادي أهو ده الاسم هو الفحص الزادي ولازم نعلمه لبناتنا كل واحدة بعد سن العشرين إش معنا مش وقت الدورة لأن وقت الدورة بيبس سدر مكالكة ومحجرة فهتطلق باطن كده كده ممكن يتهيق فهش كده أقول لها دايما سبتي أن بعد كل دورة شهرية هتعملي فحص ذاتي للسادي طب لو واحدة وصلت لسن الأمان أو سن اليأس هي ما بيجلاش دورة أقول لها سبتي يوم في الشهر يعني أقول لها مثلا أول يوم كل شهر هتعملي الفحص للسادي طب لو واحدة إيه العوارض الخوفة أقول لها حسيت بكل كيعة تغير في شكل الحلمة لقيت بقى فيه إفرازات غريبة بتنزل من سدرك ابتدأ يظهر لك علامة ما كانتش موجودة في السادي ساعتها بنروح نعمل حاجة اسمها مامو جرام المامو جرام دي اللي هي X-ray على السادي دي بتتعمل الستات بعد سن الأربعين والحاجات دي ممكن ما تبقاش سرطان ممكن تبقى حاجة تانية ممكن تبقى حاجات تانية بس دي الحاجات العوارض اللي ممكن تشككنا نحن في سرطان فساعتها بنعمل حاجة اسمها مامو جرام مامو جرام ده عبارة بتعمل الستات فوق سن الأربعين تحت سن الاربعين بعمل ست حاجة اسمها سونار أو سونار اللي هو ألتراساون فوق سن الاربعين بنعملها حاجة اسمها مامو جرام أقدر أن أنا أكتشف أي ورم حتى لو حجمه مش محسوس مشكلة دايما أن هي حتى الفحص الزاتي إيه أن أنت فحص الزاتي ممكن يبقى فيها حاجة صغيرة ما طرفيش تحسيها فيبقى دايما المامو جرام بنقول الستات فوق سن الاربعين لازم نحاول أننا نعمل المامو جرام طبعا السرطان كزيه كلما سننا بيكبر كلما احتمالية السرطان بيزيد يعني كلما الست سنها بيكبر كلما احتمالية السرطان بيزيد خلينا أقولك نخلقت ربنا بتحمينا من السرطان يعني الست اللي ما حملتش وما ولدتش احتمالية السرطان تكون عندها أزيد الست اللي ما رضعتش طبيعي احتمالية السرطان عندها زيد يعني الست اللي حملت وولدت ورضعت طبيعي يكون عندها احتمالية السرطان السادي أقل البدانة من ضمن الحاجات اللي تزود احتمالية السرطان السادي الخلايا الدهنية لما بتزيد تزود لك احتمالية السرطان السادي سرطان الرحم تزود احتمالية الأورام اللي فيها فعشان كده دايما أقول للست تحاولي ان انت تحافظي على وزن التدخين من ضمن الحاجات اللي لازم تبادي عنها التدخين بيزود بس مش احتمالية السرطان السادي بيزود كل احتماليات السرطان في الجسم تمام أنا معروش دكتور عشان واضح ان الموضوع يعني احنا معنا أمل من القاهرة احنا اسفين يعني عشان ده يكون اخر تليفون معانا لشان الوقت امل صباح الخير عليك صباح الخير ازايك ازاي حضرتك امل نهار ده عندك سؤال استفسار من دكتور عمر احنا نتكلم على امراض السيدات اتفضل لي حبيبتي انا سني 35 امل معلش ممكن تعالي صوتك شوية مش سمعكي كويس ايوة انا بقول له حضرتك انا سني 35 سنك 35 تمام وعندي شوية الام كده في ظهري واجعيني من الفقرات الاخيرة دي في الفقرات الاخيرة في الظهر وزنك قد ايه تقريبا وزني 165 65 طولك طولي 155 تمام حريك بتوعني من اي التهابات في عنق الراحم في المهبل يعني فيه افرازات ريحتها جريبة احساس باكلان اي حاجة من ليه علاقة بالموضية النسائية ولا خوية لا 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 شوية تقريبا عملت تحليل بول اللي فيه شوية تفضلية في البول اه اوكي تمام اه اوكي اه اوكي هو ده طيب امل بشكرك دكتور هيرد عليك يا حيلا فاضلي دكتور يمكن احنا دايما بنسأل لو اخدت بالك هي هي نفس الاسئلة واجعة الظهر دايما بسألها على وزنها هنا برضو عندها وزن زيادة لان كل ما الوزن بزيد 10 كيلو تادي فيه 10 كيلو زيادة اه عندها 10 كيلو زيادة بسيطة يعني يا امل ينزلوا عيد تبني حاجة للتهابات المهبلية او التهابات المجرى البول يعني هي تقول لي كان عملت تحليل بول واكتشفت ان انا عندي خلايا صددية التهاب مجرى البول ده يعمل لها واجع في الظهرها ودايما بسألها حتى على التهابات المهبلية يعني لو لاحدة تقول لي كان علي افرازات ريحتها وحشة او عندي احساس بحكة اقول لها لازم نعالج للتهابات المهبلية تمام العنق الرحم متسبت في الضهر فأي التهاب في المهبل او عنق الرحم او مجرى البول يسمى في الضهر طيب انا طبعا يعني حوليسا فيه كان اسئلة كتيرة بس للأسف احنا وقتنا خلص احنا حنحاول يا جماعة برضو علشان نبقى خرجين بنتيجة من الفقرة دي اي سيدة او بنوتة بتشوفنا ان هي تاخد بالها كويس من التعليمات اللي قالها دكتور عمر وكمان ناخد بالنا قوي قوي من وزننا ومن اكلنا كويس جدا ونحاول ان احنا على قد ما نقدر نحافظ على وزننا عشان واضح ان زيادة الوزن دي السبب في معظم الامراض اللي بتيجي للستات تخدوا بالكوا كويس قوي 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 من الوزن الزيد دكتور نصيحة اخيرة نصحة بقى لكل سيدات والبنات اللي بيشوفونا دلوقتي اقول لا احب نفسك وعيش صح اعرافي ان الراح الحياة رحلة ابتدتيها صحة من وانت صغيرة حافظتي على وزنك لعبت الرياضة بعدت عن التدخين هتكملي حياتك صح سواء لغاية ما بنت في سنة الخمسين والستين والسبعين وانتشكيش من اي امراض لخبطتي من وانت صغيرة بلخبطة الوزن هتفضلي طول عمرك وانت كل ما عمرك بيكبر عادة بتعاني من وجع في الظهر في المفاصل في الرقب ومش عارفة خيسي فان دايما نقول الرسالة اقولها لامهات استثمروا في بناتكو يعني لو انت دلوقتي عندك مشكلة حرام تجني على بنتك وتخليها زيك لا ركزي مع بنتك بالرياضة او بالوزن اه متخلاشي بعدها العادات السيئة اللي كانت موجودة عندك ربنا ان شاء الله يحفظنا كلنا من كل الامراض دكتور عمر بشكرك شكرا جزيلا شكرا وبحييك طبعا على حملة انتي الاهم شكرا مشاهدينا بعد الفاصل فقرتنا اليومين صباحك نت تخليكم معنا